السيد الرئيس السادة الحضور على الرغم من تأسيسه منذ أكثر من عشرة قرون ظل الأزهر الشريف وحتى يومنا هذا قلعة دينية ومؤسسة إسلامية عالمية ذات تأثير عميق في المجتمع المصري والعالم الإسلامي ورمزاً لوسطية الدين الإسلامي وقد عمل الأزهر في الآونة الأخيرة على تفعيل دوره التاريخي في مواجهة التطرف والإرهاب ونشر ثقافة السلام برؤية ونشاط يرتكز على التطوير من كافة النواحي لبناء شخصية مسلمة معاصرة تؤثر في محيطها بفعالية وتواكب تطورات العصر في التعلم والتعليم الشرعي انطلاقاً من رسالة الأزهر العالمية كلمة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبعد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فيصعدني أن أتقدم إليكم سيادة الرئيس ولشعب مصر الكريم ولأمتين العربية والإسلامية شعوباً وملوكاً ورؤساء وأمراء بأطيب الأمان وأخلص الدعوات في هذه المناسبة الطيبة المباركة بأن يعيد الله تعالى هذا الشهر الكريم على العالم أجمع بالأمن والأمان والاستقرار والسلام وأن يجعل للعالم كله فرجاً ومخرجاً من أزماته واختناقاته وفتنته التي حذرنا القرآن الكريم من عواقبها التي تكرث الجميع في قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وصدق الله العظيم فقد طالت آثار هذه الفتنة المدمرة المجرم والبريء والظالم والمظلوم على حدٍ سواء ولعل ما يمر به عالمنا اليوم من ظروفٍ قاسية يشجعنا نحن المسلمين على التمسُك بالاحتفال بذكرى نزول القرآن الكريم هذا النور الإلهي الذي أضاء العالم كله في فترةٍ زمنيةٍ قصيرةٍ مُدهِشة قُضِيَ فيها على الفوضى والاضطراب وترسَّقَ فيها نظامٌ أخلاقيٌ رفيعٌ مُستوى عبر فتوحاتٍ إسلاميةٍ غيَّرت مجرى التاريخ الإنساني وفتَحت أبواب التقدُّم على مصاريعها وفي مُختلف الاتجاهات إذ لم تمضي سنواتٌ قلائلُ على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى انهارت أمام فتوحات المسلمين أعتى إمبراطوريتين كانتا تقتسمان الشرق الأوسط وتسيطر على كل رُكنٍ من أركانه وأصبحت أراضيهما في العراق والشام ومصر وشمال أفريقيا أرضًا إسلاميةً حتى يوم الناس هذا ذلكم أن هذه الفتوحات لم تكن فتوحاتٍ استعماريةً تعتمد أساليب النهب والقهر والسيطرة وسياسات الهيمنة والتبعية وترك البلاد خرابًا يبابًا حتى إذا ما جاء الموعد المحتوم الذي لا مفرَّ منه حمل الاستعمار عصاه ورحل نعم لم تكن الفتوحات الإسلامية من هذا القبيل قبيل السيطرة على الشعوب والتعامل معها بغطرسة القوة والسلاح ولكنها كانت فيضًا جديدًا من حياةٍ عارمةٍ يتدفَّق علمًا وعدلًا وحريةً ومساواةً في عروق تلك الشعوب الخائرة القوى وكان من المنطق أن يقف المؤرِّخون وعلماء الحضارات قديمًا وحديثًا موقفًا مندهش من أمر هذه الظاهرة وقد استعصى تفسيرُها على كل حسابات القوة ومنطق المال وقعقعة السلاح ودمار الحروب ومن هؤلاء العلماء من نظر تحت قدمين وهو يُحاولُ تفسيرَ سرٍّ انتصارات المسلمين وبما لا يتفِقُوا مع فلسفة هذه الفتوحات بل بما يتناقضُوا مع تعاليم القرآن الذي حملَه الفاتحون وهم يُبلِّغونه للناس دعوةً خالصةً للسلام والتعاون وتجنُّب القتال ما أمكن وهم في ذلك يُنفِّذون تعليمات نبيِّهم صلى الله عليه وسلم وأوامره التي يقول فيها أيها الناس لا تتمنَّوا لقاء العدو وسلوا الله العافية ولكن إذا ما أصبح القتال ضرورةً مفروضةً فلا مفرَّ من مواجهة المُعتدي المُقاتل إذا لم تكن إلا الأسنَّة مركبًا فلا رأيَ للمُضرِّ إلا ركوبُها غير أن كثيرًا من علماء الغرب فطن إلى السبب الحقيقي في ترحيب الشعوب بهذه الفتوحات واستقبال المسلمين استقبال المُخلِّصين المُنقذين وقالوا إن السبب الصحيح لتفسير هذه الظاهرة المُدهِشة هو القرآن وما دعا إليه الناس من ضرورة تطبيق قيم العدل والمُساواة وتحريم الظلم وحرية الاعتقاد التي تُوِّجَت بحقِّ حرية الإيمان والكفر وإحلال مبدأ التعارُف بديلًا لمبدأ النزاعات والصراعات والحروب وغير ذلك من القيم الضامنة لحياة الناس حياةً سعيدةً فاضلة ومما يرجِط أنظار الباحث هنا أن من علماء الغرب المُعاصرين من ذكر المُسلمين بأن القرآن الكريم كان الباعث الأوحد لحضارة الإسلام في القرون الوسطى ولا مفرَّ للمُسلمين اليوم إذا ما أرادوا صُنع حضارةٍ إسلاميةٍ جديدةٍ تُشبِهُ في روعتها حضارتهم السابقة لا مفرَّ لهم من أن يستلهموا هذا القرآن من هؤلاء الدكتورة لوريا فيشيا فاليري الأستاذة بجامعة نبولي بإيطاليا والعالمة العميقة المُدقِّقة في علوم الإسلام وتراث المسلمين والباحثة المُتقصِّصة في دراسة أسباب تأخر المسلمين وتفسُّق المُجتمع الإسلامي في العصور الحديثة تقول هذه الأستاذة الجليلة فإلى الكتاب العزيز أي القرآن الذي لم يُغيِّره قط لا أصدقاؤه ولا أعداؤه لا المُثقَّفون ولا الأمِّيون ذلك الكتاب الذي لا يُبليه الزمان والذي لا يزال إلى اليوم كعهده يوم أوحى الله به إلى الرسول الأمِّي المسيط آخر الأنبياء إلى هذا المصدر الصافي سوف يرجع المسلمون حتى إذا نهلوا مُباشرةً من معين هذا الكتاب المُقدَّس فعندئذٍ يستعيدون قوتهم السابقة بلا ريب وحتى لا يظنَّ بها أحدٌ أنها تذهبُ في ذلك مذهبَ القرآنيين فإنها ما تلبثُ أن تُؤكِّد أن السُنَّة ضرورةٌ لفهم القرآن الكريم فهماً كاملاً صحيحاً وأن آيات القرآن الكريم إذا أُخِذَت في معزلٍ عن الأحاديث النبوية فإنها تفقدُ أثرها أو قيمتَها في تنظيم حياةٍ إنسانيةٍ بمُختلِف أحداثها وإمكاناتها وأن هذا هو السبب في أن القرآن قد أُتبِعَ وأُردِفَ وأُكمِلَ بمجموعةٍ من الأحاديث المأثورةٍ المُسنَّدة إلى رسول الإسلام وكأنها ترُدُّ على حملات الهجوم على السُنَّة النبوية ومحاولات التهوين من شأنها في نفوس المسلمين ليسُّل بعد ذلك التهوينُ من شأن القرآن نفسه والعبثُ بتشريعاته وأحكامه تلكم الفتنة التي تُطلُّ برأسها اليوم وهي ليست جديدة ولا بنت هذا العصر وكيف والنبيُّ صلى الله عليه وسلم نفسُه حدَّثَنا من أخبارها وحذَّرَنا من ضلالها وضلال متعهِّديها منذ خمسة عشر قرنًا من الزمان وفي أحاديث كثيرةٍ عُدَّت من معجزاته صلى الله عليه وسلم وإخباره عن غيوبٍ لم تكن على عهده صلوات الله وسلامه عليه هذا وتنبغي الإشارة إلى أن نبي الإسلام وإن كانت له معجزاتٌ ودلائلُ حسيَّةٌ عديدة على صدق نبوَّته إلا أن القرآن الكريم يُمثِّلُ من بينها المعجزة الكُبرى فقد كان معجزةً في حياته صلى الله عليه وسلم كما ظلَّ معجزةً من بعده وإلى أن يرِثَ الله الأرض ومن عليها كان معجزةً في حياته حين فاجأ فرسان الكلمة من شعرٍ ونثرٍ بكتابٍ يعلُو في كلماته ونظم آياته على كل إمكاناتهم وقدراتهم العلمية والأدبية كتابٍ ذي أسلوبٍ عجيب تحدَّاهم به وطلبَ إليهم أن يأتوا بمثله أو بما يقرب منه وقد أعلنَه عليهم رجلٌ أمِّي لا عهدَ له بالقراءة وللكتابة ولا بالعلم أو للتعلم وهم يعلمون عنه ذلك علمَ اليقين فقد ولدَ وتربَّى وعاشَ معهم وتحت أسماعهم وأبصارهم وتلَى على أسماعهم حجَّة الله عليهم بأنَّه الأمِّي الذي لا يقرأ ولا يكتُب تلَى عليهم وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَرْتَابَ الْمُغْدِلُونَ وتلَى عليهم قُلْ لَو شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بَهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ولم يكتفِ بإعلان هذه الحجَّة عليهم بل تقدَّمَ قُطُواتٍ في سبيل إظهار عجزهم وإزاحة العوائق التي تصُدُّهم عن الإيمان بهذا الكتاب والانتفاع بما فيه فتحدَّاهم بأن يأتوا بمثله ولما عجزوا تحدَّاهم بأن يأتوا بثلاث سورٍ مثله فعجزوا وأخيرًا تحدَّاهم بأن يأتوا بمثل سورةٍ واحدةٍ منه فعجزوا وإن كنتم في ريبٍ مما نزَّلنا على عبدنا فأتوا بسورةٍ من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ثم أغلق عليهم هذا الباب وقال لهم أن ربي يأمرني أن أبلغكم بأنكم لم ولن تستطيعوا ذلك حتى لو استعنتم بالإنس والجن متعاونين متضامنين يُظاهر بعضكم بعضاً قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيرًا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدَّت للكافرين ووجهٌ آخر من وجوه إعجاز القرآن الكريم نُلمُّ به على عجلٍ في ذكرى نزول هذا النور المبين هو إخباره بغيوبٍ مجهولةٍ تنتمي إلى الماضي البعيد وغيوبٍ أخرى تنتمي إلى مستقبلٍ مجهولٍ لا يعلم الناس عنه شيئًا وهو صلى الله عليه وسلم يتلُو عليهم من أمر هذه الغيوب وكأنه يراها أمامه رأي العين فمن النوع الأول ما حدَّثهم به عن الله تعالى من أخبار الأمم السابقة وقصص الأنبياء والأماكن وما دار فيها من أحداث ثم يقول الله تعالى له ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت ثاويًا في أهل مدين تتلُو عليهم آياتنا ولكنّا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمةً من ربك لتنذِر قوماً ما أتاهم من نذيرٍ من قبلك لعلَّهم يتذكَّرون أما ما أخبر به من غيوبٍ تنتمي إلى المستقبل فمن أمثلته قصة أبي لهم وكان من أشدِّ الناس إيذاءً له صلى الله عليه وسلم وحرصًا على صرف الناس عنه وعن دينه فنزل القرآن يبشِّر النبي صلى الله عليه وسلم بأن شيئًا من ذلك لا يضرُّه وأن أبا لهبٍ وامرأته صائران إلى النار ولن يُغني عنه ما كسبه من مالٍ وجاهٍ وأهلٍ وولدٍ وصداقةٍ وزعامة وأنه سيخسر ذلك كلَّه نزل هذا الوعيد بمكة وسمعه أبو لهب وزوجُه ثم كان أمرُهما ونهايتُهما على ما قاله صلى الله عليه وسلم وعلى ما أخبر به ومن هذه الغيوب ما أخبر به القرآن من أمر غلبة الروم وانهزامها أمام جحاف الفرس في بلاد الشام وفلسطين وسرور المشركين بانتصار الفرس على الروم لأن الفرس وثنيون مشركون مثلهم ولأن الفرس كانوا شديد العداء للمسلمين ولرسولهم صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي حزن فيه المسلمون لهزيمة الروم لأن الروم أهل كتاب وأقربوا إلى دين المسلمين وما إن حدث ذلك حتى نزل القرآن مواسياً للمسلمين ومبشراً لهم بأن الروم سينتصرون على الفرس في بضع سنين وتحديداً في سبع سنوات وانتصر الروم وكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك سبباً في دخول كثيرين في الإسلام سيادة الرئيس الحفل الكريم أن هذا الكتاب الكريم الذي عرضنا جانباً يسيراً من جوانب معجزاته التي تشبه بحراً لا ساحل له هذا الكتاب وقد تكفَّل الله بحفظه ووعد به في متن آياته فقال إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ هذا الكتاب لا ينال من قدسيته عبث الصغار وأمثالهم ممن ينتمون إلى الأحزاب السياسية المتطرفة وفي بلدانٍ تحتاج إلى التأدُّب بأدب القرآن والتخلُّق بأخلاكه حتى يتأهَّل وعيُهم لإدراك الهوَّة السحيقة بين حرية التعبير وحرية البذاء والتطاول وبين ثقافة الحضارة وثقافة الغاب وبين حرية الإنسان المهذَّب المتحضر وفوضى الإنسان الوحشي المنفلِت من كل القيود إن أمثال هؤلاء الصغار كانوا وسيكونون ما دام في الدنيا كافرٌ ومؤمن وما دام هناك جُندٌ للرحمن وعصابةٌ للشيطان والذي لا يرتاب فيه المسلمون هو أن هذا المصحف الشريف سيبقى في عليائه كتابًا إلهيًا هاديًا للإنسانية كلها وأنه لن ينطفئ له نور وكيف وقد تعهَّد الله بإتمامه ولو كرِهَ الكافرون ولو كرِهَ المجرِكون ولو كرِهَ المجرمون هذا وتحيَّةً من قلب كل حرٍّ أبيٍّ إليك شعب فلسطين البطل وتقديرًا كبيرًا لصمودك وتصميمك على حراسة المسجد الأقصى وحمايته والدفاع عنه ودُعاءً من أعماق قلوبنا في هذه المُناسبة المُبارَكة أن يُحِقَّ الله الحقَّ وينصُر أهله وأعوانه ويُبطِل الباطل ويخذُل أهله وأشياعه وأختمُ كلمتي بالدُعاء لكم سيادة الرئيس بالمزيد من عون الله تعالى وسداده وتوفيقه وأن يُمِدَّكم بمددٍ من عنده وأن يُحقِّق على أيديكم آمال المصريين وضموحاتهم وأن يحفَظ الله مصر وشعبها الطيِّب الأصيل من كل مكروهٍ وسوء وأن يرفع شأن أمَّتنا العربية والإسلامية بين الأمم ويُحقِّق لها أمنها واستقرارها كما أسأله سبحانه أن يُعيد إلى اليمن والعراق وسوريا وليبيا ولبنان الأمن والسلام والاستقرار والرخاء وأن يُخلِّص العالم كلَّه من ويلات الحروب وموجات الكراهية وانتشار الأوبئة والأمراض إنه وليُّ ذلك والقادر عليه شكراً لحضراتكم وكل عامٍ وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة